موسيقى ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة كتير من السيدات والبنات جسمهم بيبقى يعني بيفقد فيتامينز كتير ومش بيبقوا عارفين ده غير لما بيمروا لقدر الله بأزمة صحية وعلى الرغم من أن السيدات والبنات أكتر فئة بتحتاج لمكملات غذائية لأسباب كتير منها أنهم بيمروا بمراحل مختلفة جدا زي الحملة والولادة بيخسروا فيها كتير من الفيتامينز والمعادن مهمة كتير على الرغم من كده هنشوف البعض منهم تلاقيه بيكتنب شوية فكرة الفيتامينز خوفا من أثار بتنتج بناء عليها أو في منهم شايف أن المكملات الغذائية دي شيء طرفيه طيب إزاي نعزز صحة المرأة بطرق طبعا مضمونة وصحية ونقدر نواظب عليها هتفدنا أكتر في الحديث عن ده دكتور دين أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترال منوراني ومشرفاني فقرتي النهار دي أهلا وسهلا يا جميلة يا دندون يا حبيبتي أهلي أهلي النهار أهلي النهار ده أحمر وحرطات أحلى أهلي على طول يا حبيبتي يا دندون أنا بشكورك أولا لأنه يعني كتير من الأسئلة بتيجي بقدراتي إحنا عايزين فقر الدكتور دينا عشان إحنا عندنا أسئلة عايزين يعني لما تبقى موجودة محرك تجاوبنا فأنا ببقى مبسوطة حبيبتي تسلميلي على اللي قدر عليه أكيد ببقى لي الشرف حبيبتي تسلميلي طبعا أنا بس في نقطة النهار ده طبعا أنا يعني كلمت في الأول الفقرة أنه في سيدات بتفقد كتير من الفيتامينز نتيجة أعمار مختلفة بيمر بيها ومراحل مختلفة بس في نقطة مهمة محدش ذكرها وأعتقد دي مهمة لبعض السيدات وياريت تقول لنا بقى دي حقيقة ولا لا زي فكرة أنه إحنا السيدات ليها كل شهر اللي بتمر بيه في الدورة الشهرية هل فعلا بتفقد فيه فيتامينز وبتحتاج أن هي تاخده بشكل دائم تاخد فيتامين بشكل دائم عشان بس النقطة دي ساعة بتفوت بعض السيدات السيدات أثناء الدورة الشهرية بتفقد ممكن نسبة من الحديد عشان كده بتلاقي الهموجلوبين عندنا بيدونا رينج واحد فرق بيننا وبين الرجالة السيدات في وقت الدورة الشهرية بتفقد الدم بتفقد كراد الدم الحمراء فلازم تاخد فيتامينز تعوض لها فقط الدم أو تاخد حديد لو عندها نسبة الحديد عندها قليلة وفي نفس الوقت بتفقد صحيتها النفسية شوية فلازم نقدر نحاول أن ندعم الصحة النفسية بتاعتها من غير أدوية من غير أدوية يعني ده حاجة الفيتامينات حاجة والأمراض النفسية حاجة أكيد يعني أنا بتكلم على المود العام أي واحدة بيبعندها الدورة الشهرية بتبقى مودها وحش نقدر نقول عليه مود مؤقت وليس مزمن المزمن ده بتروح لدكتور نفساني أو دكتورة نفسانية بتديها الأدوية ومحدش ياخد أدوية نفسانية غير باستشارة الطبيب طبعا ده مهم جدا من أهم الفيتامينز للسيدة في الوقت ده فيتامين بي مهم جدا فيتامين بي ومن عائلة فيتامين بي الكوبلامين اللي هو فيتامين بي التوالف اللي بينتج لي كراد دم حمراء هيبقى مهم لها فيتامين بي عائلة فيتامين بي الكاملة مهم جدا لدعم الأعصاب ودعم الصحة النفسية وأعصاب الدماغ فهيحسن لها المود فأكيد برشح لها ألب مالتي فيت أو ELP مالتي فيت وطبعا دخله كمان فيتامين سي اللي بيعزز لي امتصاص الحديد كويس ودخله فيتامين إي طبعا ده شكل العلبة ياريت الناس اللي بتتفرج علينا من الستات وحتى رجال إن هو مهم جدا للرجال هنتكلم في إيه كمان ياريت تصور لي شكل العلبة عشان لما تيجي تعمل أوردر من السيدلية مع الوش بديل مع الوش بديل طبعا إحنا منافذ البيع بتاعتنا أولا هو مصرح من هيئة سلامة الغذاء والصورة دي مبينة 13 عنصر فيتامين ومعدن داخل ELP مالتي فيت وده اللي بي يميزنا منافذ البيع عندنا السيدليات احنا موجودين في سلسلة سيدلات كبيرة مغطية كل محافظات مصر أو عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة دي أرقام شركة بايو ناتشرل المنتجة ل ELP مالتي فيت وعندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرل أيوة وبالنسبة للسادة السيدلة اللي عايزين يوفروا ألب مالتي فيت في سيدلياتهم احنا موجودين في شركة توزيع اللي هي الشركة المصرية الشركة المتحدة للسيدلة دول السادة السيدلة يعني أنا روحت صيدلية وملأتوش في القريب مني فأنا بقوله من فضلك اطلب لي الفيتامين ده أو المنتج بتاعي ده هو بيتصل بقى من خلال الرقم اللي حينزل دلوقتي الجمهور بيتصل من خلال الرقم اللي ظهر عشاني اللي ظهر على التحت ده الأرقام اللي تحت بالزبط لكن السيدلة يقدر يطلبوا كمان يوفروا في السيدلة دكاترا السيدلة يقدروا يكلموا الشركة التوزيع الشركة التوزيع اللي هي المتحدة للسيدلة دي بتوزع كل الأدوية وكل حاجة في سيدليات يعني أدوية مستلزمة الكود ده بيبقى كود الألب مالتي فيت اللي هو يقدر يطلب عليه في السيدلية كود الشركة المتحدة للسيدلة يعني 8325 أعتقد طيب قلونا يا أولاد لو فيه تغيير قلونا عرفونا بقى بالزبط تمام طيب يعني إحنا نقدر نقول إن فيه أضرار ممكن تحدث من نقص الفيتامينز بالنسبة للسيدات أو الرجال ده مش بس بقى وقت دورة الشهرية أهو بقى 8380 أنا قلت 82 8325 ده كود بتاع السيدلة من المتحدة للسيدل كويس جدا مهم قوي أقول إن قلب مالتي فيت مش بس وقت دورة الشهرية أنا الستات والبنات من سنه صغير محتاجين جدا من سن البلوغ من سن البلوغ من سن البلوغ بالزبط محتاجين جدا دعم للفيتامينات السيدات اللي فوق الأربعين لا محال لازم تدعم بالفيتامينز والمعادن صحيح من أهم الفيتامينات لصحة المرأة هتكلم الصحة الخارجية والدخلية يعني لو أنا بس استخدم قلب مالتي فيت هلاقي شعري لو أنا عندي تساقط شعر نتيجة نقص فيتامينس برشح لها قلب مالتي فيت التساقط الشعر لها نتيجة نقص فيتامينات اللي هو البايوتين فيتيمين بي ناين عندك Przy dos gibt hay component vitamin b7 عندك أنula B nine softly minor الانتين ذو مهمين جدا للشعر عندك الزينك مهم جدا للشعر الزنك مهم للشعر ومهم للدم ومهم للمناعة ومهم حتى للرجال فالزنك عندي داخل ألبا مالتيفيد لأعلى تركيز في الزنك أنت بتقولي أنه أعلى تركيز بالنسبة لمكملات الأخرى الموجودة بالنسبة لمكملات الأخرى الموجودة والصورة هنا بتبين أن ألبا مالتيفيد داخله زنك وداخله الكبر النحاس لأن ما ينفعش الزنك يشتغل من غير نحاس لكنين دول بيشغلوا بعض فبقول لأي سيدة بتتفرج علينا لو عايزة تهتم بصحتها أنا بقول أن الفيتامينات دي صيانة للجسم ده البنزين بتاعك عايزة تهتم بصحتك عايزة تدعمي نشاطك تدعمي طاقتك تدعمي مناعتك طبعا المناعة مهمة جدا نحن ندعمها ضد أي بكتيري أو فييرل انفكشن طبعا أنا داخل ألبا مالتيفيد اللي أنا شايفهاها في الوقت الكالسيوم حلو جدا ألبا مالتيفيد لأنه فيه كالسيوم بنسبة مش كبيرة تقلقني عشان أنا بقول إيه أن أنا أمشي على قلب مالتيفيد ديلي روتين فبقولي طب إزاي ديلي روتين هو داخله كالسيوم الكالسيوم لازم يتبطل فترة الكالسيوم الإنتاج بتاعه اليومي ألف ميلي جرام أنا عندي سبعين بس فده ما يقلقنيش أن يحصل ترسيب الكالسيوم والستات محتاجة الكالسيوم جدا لتقوية خلايا العزام والدعم خلايا العزام والانقباضات بتاعت العضلات ده مهم والسنان والضوافر الزنك مهم لها جدا للشعر والبشرة ومهم لأي خلايا عندها بتتجدد زي الدم ده مهم جدا وكمان فيتامين إيه هيبقى مهم لها جدا لداخل ألف مالتيفيد لأن فيتامين إيه بيعزز للدورة الدموية وبيعزز الدورة الدموية في الأوفريز في المبايد عندها فبيحسن لها الخصوبة بشكل ما بلاس أن فيتامين إي وفيتامين سي أقوى مضاد أكسدا وفي نسبة فيتامين سي كويس على فكرة 500 ده كويس جدا 500 ميلي جرام ده كويس جدا فيتامين سي مهم لتعزيز الحديد والتعزيز القول ده 500 دول بيتباعوا كفايتامين سي مستقل بالضبط الحلو والميزة في ألف مالتيفيد اللي هو لامن بمعظم الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها يومي بسعر حلو جدا يعني ياريد تتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة هتتفاجئ بالسعر السعر كويس جدا السعر فيه متناول الجميع الغني والفقير متناول كل الناس فقال بمالتيفيد لو هتكلم هيفيد إيه للسيدة جمال شعر جمال بشرة مناعتها تقوى تركزها تاقطها مودها الصحة النفسية لأن الفيتامينات بتبقى دعائمة جدا للصحة النفسية والمود بتاعها يبقى أحسن طيب ده حلو يقولين ده ما احنا قلنا الأعمار من بداية من السن البلوغ طيب أصحاب الأمراض المزمنة برضو ليهم سؤال ممكن يقولوا طيب هل ده آمن بالنسبة لهم ولا لا فكلمين عن ده برضو أصحاب الأمراض المزمنة قلب مالتيفيد آمن لهم جدا ما يتعرضش إطلاقا مع أي دواء بياخدوه أولا لو هتكلم على مريض الكوليسترول قلب مالتيفيد داخله فيتامين إي فيتامين إي بيساعد على عدم أكسادة الضهون الضرة فبيحسن مستوى الكوليسترول بياخد أدوية خفضة للكوليسترول وبياخد ألف مالتيفيد لا يتعرض إطلاقا مريضة السكر أو مريض السكر سواء سيدة أو راكل بدعم جدا ألف مالتيفيد لأن ألف مالتيفيد داخله فيتامين بي كومبليكس الداعم لصحة الأعصاب والأعصاب الترفية وأعصاب العين وأعصاب الدماغ فهي بدعم يوم جدا مع الأدوية اللي بياخدوها للسكر حتى أدوية السيول أو أدوية القلب لا يتعرض إطلاقا بناخد ألف مالتيفيد لددعيم الصحة مع الأدوية اللي الدكتور كتابها في روشيتة بتاعته طب نتكلم عن الرياضيين بقى بما لنا يعني في قناة الأهلي خلينا نتكلم الرياضيين سواء أولاد لسه بلغين أو رياضيين شباب مناسب ليهم على الرغم أن نحن عارفين هما بيبنوا عضلات وبيحتاجوا نسبة كبيرة يعني ليهم كده سكة وقصة مختلفة فهل هو مناسب ليهم فعلا واستمروا عليه ألف مالتيفيد مناسب جدا للرياضيين جدا طبعا بياخدوا هاي بروتين عشان لو عايزين نبنوا عضلات وبياخدوا ألف مالتيفيد لكذا حاجة ليه مناسب للرياضيين الأولا دخلوا فيتامين سي ففيتامين سي مهم أول لتعزيز امتصاص الحديد ومهم للمناعة بياخدوا فيتامين بي كومبليكس داخل ألف مالتيفيد بيعزز لهم جدا النشاط ده حاجة مهمة وبيعزز لهم التمثيل الغذائي وبيعزز لهم أعصابهم لو هما بيشيلوا أوزان الزنك مهم جدا للريالاكسيشن بتاع المسلز بعد التمرين والكالسيو مهم لهم جدا فطبعا برشح لهم ألف مالتيفيد الرياضين ياخدوا أمتى قبل التمرين بساعة عشان يديهم نشاط لو هو عايز يقعد ساعتين في الجيم يعرف يخلصهم طب بالنسبة بقى للينا احنا العاديين ناخدوا أمتى يعني طريقة تناوله أمتى أنا عارفة أن العلم تلت شرايط الشريط عشر أقراص صح صح ألف مالتيفيد الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء أرس واحد بس في اليوم أنا مش محتاجة أقطر من أرس أرس واحد بعد الوجبة الرئيسية على كوباية مياه كبيرة كويس طبعا دي صورة العلبة ياريت برضو نرجع نقول نصورها عشان ما عنديش بديل في السيدليات لا بالأغلى ولا بالأرخص وياريت ما نقطرش من أكثر من أرس هو أرس واحد كفاية جدا النتيجة بالنسبة للنشاط والتركيز بشوفها من ثاني ثلاث يوم بتلاقي المود اختلف تماما كويس وبيساعد كمان على لو عندي أرق في النوم بيبقى نتيجة نقص فيتامينات فبيقدر يساعد على ده كمان مهمة مع ألف مالتيفيد نيلم كويس أنا عندي صديقة أخدت وقالت لي أنا أول ما أخدته بعد يومين ثلاثة لقيت نفسي بعد ما بأخده بعد شوية كده بنام هي ما بقتش عارفة تربط ده فعلا بالفيتامين اللي أخدته هل لي علاقة إن ممكن لما عندنا نقص فيتامين وناخد الفيتامين فنحس نحن عايزين ننام مش تحسن لأ لما تخش السرير خلاص ما بيجلكيش أرق لكن هو مش منوم ده هو دي نشاط بس هي حسد بالاسترخاء هي دي هو وقتها لما بتدعمي الصحة النفسية وكده في الأرق بتاعك بيقل ويبقى نتيجة نقص فيتامينات ده مهم جدا وطبعا على الشاشة ده دي الكلام اللي مكتوب على الشاشة ده بيميز قلب مولتي بيت عن كل المكملات الغذائية لموجودة الأخرى الأعلى في تركيز الزنك دي حاجة يعني الزنك طبعا يعني مناعة طاقة ذكورة بشرة شعر يقوي المناعة بيقوي المناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على زنك الأقوى كمضادة أكسادة لأنه بيحتوي على فيتامين هي اللي هو فيتامين إي وبيحتوي على فيتامين سي مهم قوي الستات طول للوقت تاخد أنتي أكسدن احنا جسمنا بيتأكسد طبيعي شعرنا بيتأكسد بشرتنا بتتأكسد لو عرضنا جسمنا وشعرنا وبشرتنا الأكسادة أولا بشرتي هتعجز بدري بدري قبل قوانها شعري هيبقى تالف ومقصف وبيبتدي يقع ويحصل لي بقى مشاكل في الأجهزة بتاعتي طبعا الصفحة دي التركيز بتاعة من زنك من فيتامين هي من فيتامين سي من فيتامين بي كومبليكس جميعا موجودين في أرس واحد وبرجأ أقول أنه مصرح من هي السلامة الغذاء ومنافذ البيع عندنا سلسل السيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر وعندنا الأرقام اللي ظهر على شاشة لو محدش قادر ينزل عايز يوصل لحد باب البيت والسيدة السيدلة عايزين يوفروا في السيدلات بتاعتهم بيقدروا يتكلموا الشركة المتحدة للسيدلات دي من الأكبر شركات التوزيع والكود بتاع السيدلات 83 205 طيب ناخد بقى أسئلة بالمشاهدين عشان نبقى ردين عليهم في فقراتنا النهار عندنا نوران فتحة اللي بتقول إيه أسباب ظهور كدمات في الجسم ما بيكونش فيها وجع يعني شايفة كدمة بس مش بتوجع أحيانا بيبنقص فيتامين سي يعني فيتامين سي آه طبعا أحيانا بيبنقص فيتامين سي فبرشح لها ألبا مولتي بيت فيتامين سي ليه مميزات كبيرة جدا حتى ساعات لما بنيجي نخسل سناننا نلاقي دم في اللسم بيبن نتيجة نقص فيتامين سي فيا ريد تستخدم فيتامين سي مع دم هي متأكدة من معادل السكر في الدم وأن السولة بتاعتها ما فيهاش مشاكل وكلام ده كله وخدي ألبا مولتي بيت هتلاقي إن المشكلة دي معها بتختفي طيب عندنا إسراء متحد بتقول بحس إن فيه وخز في صوابعي من وقت للتاني وأطراف صوابعي بتنمل كتير ده سبب إيه وخز في الصوابع وأطراف بتنمل أولا لازم بالنسبة للأطراف اللي بتنمل تتمن من نسبة الحديد فلازم تعمل كومبليت بلاد بيكتر بتاحها أحيانا كتير بيبقى التنميل للأطراف هو وخز في الأطراف نتيجة نقص فيتامين به الكاملة العائلة كلها لأن فيتامين بي هو اللي بيغزي الأعصاب هو الأكل بتاع الأعصاب فلازم تستخدم ألب مالتي فيت هتلاقي المشكلة دي معاها بدأت تخف تدريجي فمهمة قوي إن أنا أخذ ألب مالتي فيت ديلي روتين ما فيش حاجة اسمها يعظيمة أخذه شهرين ووقف واخذه لا أولا الفيتامينات اللي فيها قبل لذوابان في الماء فلا تخزن في الخلايا وتعملي نسبة فيتامينات عالية في الجسم إطلاقا الفيتامين اللي داخل ألب مالتي فيت قبل للذوابان في الماء فالإكسيد أو الزيادة بينزل عن طريق البول وبطمن الناس إنه مش يحصل زيادة لأن التركيز بتاعت ألب مالتي فيت أقل بنسبة بسيطة من الديلي اللي إحنا محتاجين ناخده أصلا كل يوم من كل حاجة فيهم صح كده فمش يحصل أصلا زيادة فدي حاجة حلوة جدا إن أنا كمال محملش على كلا فقال بمالتي فيت أنا بقول عليه رائع نعمل كده الجاكتة تضرب كده البانسلون نضرب إحنا عايزين نوضبط والله بجد إحنا محتاجين حاجة ثابتة وتبقى حاجة واحدة أو حاجتين على الأقصر اللي إحنا نمشي عليهم وتبقى الدنيا ما فيهاش أقصد أكتر من علبة باستخدمها صح لأنه غصبا عني هتقع مني حاجة صح بس هي فكرة إنه كابسولة أو أرس واحد فيه كل الفيتامينز دي أنا شايفة إنه هو حاجة هيلة يعني هم فكروا تفكير رائع وإيجابي وقدروا زي يكملوا الحاجات المش موجودة في المكملات الأخرى صح هسألك طب إحنا تكلمنا عن الرياضين وتكلمنا على السيدات خلينا تكلم عن الرجال بيفدهم في إيه رجال رجال عموما يعني لما هيمشي يعني أنا قدر أخده جوز ياخده يعني أولادي ياخده فايداته كبيرة جدا لأي رجل أي رجل عايز مناعة قوية عايز طاقة بينزل يشتغل من الصبح إلى الليل عايز يعرف يدير طاقته عايز نشاطه اليوم يبقى صح عايز تدعيم للصحة الجسم عن مدى طيب ألبا مالتي بيت هيناسب الرجل في إيه المناعة بتاعته لأنه بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين إي الزنك والزنك طبعا لأن الزنك بيعلي عندي المناعة بلسنو بيدعم الخصوبة جدا لدى الرجال حتى الدكاترة الزكورة بيكتبوا الأدوية وبيدعموا بالزنك الزنك مهم جدا طيب ألبا مالتي فيت داخله فيتامين بي كومبلكس بكل أنواع بكل عيلته فده حلو جدا لصحة أعصابهم ولصحة التمثيل الغذائي والنشاط والتركيز داخله كالسيوم لتقوية العظام ألبا مالتي فيت حتى بالنسبة للرجل بياخد أرس واحد لو هيقول لي أنت لقي نشاط وتركيز من ثاني تالت يوم هتلاقي نفسك اتغيرك تماما مع ألبا مالتي فيت فدي حاجة مهمة أن أنا برضا أقول أنه مهم جدا للرجل طب هسألك حاجة بقى سارة حسن بتقول هي شعرها بيقع بيقع شوية كتير وهي دايما عندها إجهاد وتعب معظم الوقت معظم الوقت مش عندها القدرة تعمل مجهود زي ما هي كانت بشكل طبيعي وده حصل فجأة ده إيه سببه؟ طبعا سوق التغذية دي أول حاجة الأكل ما يبقاش طول الوقت ما فيهوش الخضار والألياف المطلوبة والأوميجا المطلوبة ممكن تكون النوم بتاعها متقطع ما بتنامش التمن ساعات ممكن تكون بتنام الصبح وتجي بالليل ما تنامش وده غلط جدا ممكن تكون ما بتشربش مية كل الحاجات دي بتأدي إلى ضعف التركيز والنشار فمن أهم الفيتامينات لو هي مش عارفة تعود بالأكل يعني أنا بقول التركيز والنشار يعني فيتامين بي فيتامين بي موجود في اللحوم موجود في الكبدة موجود في البروكلي وموجود في حاجات كتير مش عارفة تأكل الأكل الصحي كل يوم لازم تدعم بقالبة مالتي فيت لأنه بيحتوي على فيتامين بي كومبليكس بكل أنواع وبالنسبة لشعرها شعرها بقول لها أن قالبة مالتي فيت هيبقى رائع جدا لأن الشعر محتاج بيوتين محتاج زينك محتاج نحاس مهم جدا للشعر ومحتاج فيتامين إي ومحتاج فيتامين سي لأن فيتامين سي بيعزز الامتصاص الحديد لازم تطمن برضو نسبة الحديد كويسة عشان الحديد برضو بيوقع الشعر لو نسبته قليلة فيتامين سي بيعليل لامتصاص الحديد فهيبقى قلب مالتي فيت معها رائع دخلوا بيوتين فيتامين بي 7 ودخلوا الزينك ودخلوا الفيتامين سي المهمين جدا لعدم تساقص الشعر طيب مايا فؤاد بتقول أنا دلوقتي لو أخدت وبدأت في قلب مالتي فيت وأنا أبدأ أحس بعد قد إي يعني فترة قد إي أنها تحس بتحسن في موضوع الشعر والدوافر على الرغم أنها عمل التحليل وطلع الحمد للان هي يعني ما عندهاش مشاكل تاني أوكي أوكي الشعر عشان برضو أبقى صريحة مش هتلاقيها من أول كابسولة أو من أول قرس ممكن بلاقي نشاط من بعد تاني تالت قرس ألاقي نشاط لكن الشعر بيحتاج وقت بيحتاج وقت هتشوف تحسن في خلال شهر لكن بعد الشهر التاني التالت هتلاقي تحسن راهيه هيبقى ملحوظ ملحوظ جدا فلازم الاستمرارية عشان تشوف في تحسن لازم تاخدي أرس واحد كل يوم مفيش حاجة اسمها أرس وبعدها بتلات يوم أرس وبعدها بيوم أرس لا أرس واحد يوم يعني ففي خلال أول شهر هتشوف تحسن بعد الشهر التالت هتلاقي شعرها حاجة تانية خلص طيب أكدي بقى علينا لكل أصدقائنا من خلال المحافظات على الأرقام تاني شو دعمتوا برقامين زيادة أيوة صح يمكن السادة العملة كانوا بشتكوا وقت الحلقة ان طول الوقت الأرقام مشغولة حطنا رقامين كمان زيادة عن الأرقام القديمة أيوة تقدروا تتكلموا عن طريق الرقم الأرقام اللي زهر على الشاشة تقدروا تطلبوا قلب مالتي فيت يوصل لحد البيت تقدروا تاخدوه من سلسلة سادلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر وتقدروا تخشوا على صفحتنا على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرل تقدروا كمان تخشوا على الصفحة الصفحة نزلت بلزرق دي صفحتنا على الفيسبوك اللي وليكم حرية الاختيار سواء من السادلية سواء من الصفحة سواء من أرقام اللي زهر على الشاشة بالنسبة للبكاترة السيدلا عايزين يوفروا في صيدلياتهم بيكلموا شركة التوزيع الشركة المتحدة للسادلاء بالكود اللي كان محدود على الشاشة أنا طبعا يا دندون يعني مهما قلت لك بشكرك بجد مرسيل اهتمامك لأنه طبعا أنا سعيدة بأصدقائنا اللي بيبعثوا أسئلة تظهرين الرد عليها بيقولوا في ناس يعني بتقول أنتوا فتتونا في حاجات تانية ما كناش واخدين بالنا منها فبدأوا يتجه ويعملوا فيها تحليل ويروحوا لدكاترة ودي حاجة جميلة يعني بنشكرك عليها بجد يعني معظم الكومنتز جاية فيها مهمة أوي موضوعات تحليل دي دي مهمة جدا فيه مشاكل من غير أعراض فلازم نعمل تحليل دوري على الـ CBC ووظيف الكلا ووظيف الكبت والسكر ملوش أعراض في الأول بالذات الناس اللي عندها في العيلة فياريت كل الناس تعمل بالكلام حبيبتي بشكري جدا طبعا اسمحولي أشكر الدكتور دينا أبو الصعود شرفتني ونورتني ضفتي النهاردة دكتور دينا أبو الصعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشل شرفتني ونورتني وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وتمنى يا ربي نكون قدرنا نوفي يعني ونرد على أسئلة حضراتكم وإلى لقاءات تانية طبعا ونرد فيها على أسئلة أخرى وطبعا سواء من خلال صفحتي أو من خلال صفحتهم وطبعا وقت بيعدي بسرعة وأتمنى من الله ولا يكثر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة و سلام عليكم